ثم أحباء خلينا أقول شيء في النهاية أن عقاب خطيط التجديف على الله هو الرجم طبعا في العادة القديمة المسيح أكدها ولم يعارضها تتذكر في يحنى عشرة بقول لنا عليه شو بترجموني؟ قالوا لسنا لعمل حسن بل وأنك إنسان تجعل نفسك إله فأدركوا أن المسيح بيتكلم كالله فأرادوا أن يرجموا يسوع المسيح الدليل عندما أعلن المسيح أنه هو الله حكموا عليه بالتجديف وحكموا عليه بالصلب وهذا بتشوفوا في يحنى في مرقص 14 عندما سأل رئيس الكهنة أنت ابن المبارك قال له نعم أكد أنه هو ابن المبارك ومن الآن سوف أو ترون المسيح آتن ابن الإنسان آتن بمجد عظيم بمجد ملائكة وقديسين أكد على هذه الحقيقة وقاله ما حاجة إلى شهود خلص فحكموا عليه بالصلب لاحظ معي ولا منشوف أين به ولا أي عظيم ادعى أنه يغفر الخطايا استحالي فأنا اليوم بدعوك تعال إلى غافر الخطايا واللي أكدها بسلطانه لأنه مكتوب أحبائي من يكتم خطايا لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم وطبعا كتير آيات عن الغفران الإلهي أتمنى من كل قلبي أنك ترجع للرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة